واللي ما بيعملش كده دي فرصة انه يبتدي يعمل كده اللغة الرابعة من لغات التعبير عن الحب وبالتالي لما نعبر عن حبنا صح هنملأ بيوتنا سعادة هي التراجر تراجر معناها كنزة او حاجة غالية لكن هي مقصود بيها الهدايا او الحاجات اللي بنقدمها لبعض الحاجات المادية مش المعنوية اللي بنقدمها لبعض برضو تاني في حالات شازة من مثلا يقولك دي ست طماعة عايزة طول الوقت جزء هيشتري لها هيشتري لها او ان ده ابن طماعة طول الوقت عايز فلوس من ابوه وامه عايز كذا ويبتزوهم عاطفيا علشان يدوله اللي هو عايزه لان هو مش شايف اي قيمة ليهم غير انهم يجبوله ويدوله ويقدموله لو استخدمنا مبدأ التراجر او الهدايا او الحاجات او ان احنا ندي العطاء المادي مش العطاء المعنوي العطاء المادي في صورة اشياء او فلوس لو استخدمناه استراتيجيا صح هنربي ولادنا صح وهنخلي حياتنا كويسة مع بعض ان احنا ندي الهدايا عمال على بطال بتفقد قيمتها ولكن لما نحول حاجات عادية لهدايا هشرح لكم ازاي ساعتها بناخد الكونسبت بتاع العطاء لليفل تاني خالص يعني مثلا وانا راحة السوبر ماركت وبشتري حاجات عادية خالص واجيب شوكولاتة معايا لابني بيعز حاجة اسمها الشوكولاتة ابني مين بس لما اديها له كده مش اديها له كده وخلاص لا شوف انا جيبتلك ايه انا عارفة ان انت بتحب الشوكولاتة لو ان عندك اكني في وشك وحب شباب بس معلش يلا خد قطمتين من الشوكولاتة وبكرة باكملها انا جيبت الشوكولاتة بس قدمتها على انها هدية جوزي وهو بيشتري لنا حاجات للبيت واكل وجبنا ولانشون وحاجات زي كده وجاب كيك معاه عادي ده مش حاجة كبيرة بس لما ييجي اه انا عارف فيه ناس بتصحب الليل بيبقى نفسها في حاجة مسكرة جيبتلك الكيك ده العطاء المادي ان احنا بنحسس اللي قدامنا ان مش انا جيبتلك ده وخلاص ومش جيبتلك ده عشان فرض علي ان انا اجيبلك ده لا انا جيبتلك ده لان هو تعبير عن حبي اه اه ليك اه 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 نيجي بقى العطاء المادي الكتير ان احنا نغطي على فشلنا في التعبير عن الحب باللغات الاخرى بان احنا ندي فلوس او ندي اه 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 هدايا للأسف انا شفت امهات كتيرة جدا جدا بتدي ولادها واحيانا بيدوهم من ورا الارض ودي اخطر حاجة عشان كده انا حاسة ان احنا يعني مش عايزة اقول فقدنا القدرة ان احنا نطلع رجالة كده شداد بس بقى فيه بيوت كتيرة الام مش عارفة تطلع راجل تربي راجل وهو من انها بتدي فلوس كتير اه لأولادها اه اه ان الفلوس بقت تعويض بدل حاجات تانية اه 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 بدل ما اتكلم واشجع واه اه وعلمه ازاي يعتمد على نفسه بتدي له فلوس الابن ابتدى يزعق ويجعجع اه بشتري سوكاته بخد فلوس اه لأ الهدايا والعطاء المادي لازم يكون تعبير عن الحب مش تعبير عن ان احنا مش عارفين نعمل حاجة تانية ولا بالضغط ولا ان احنا مضغوط علينا علشان ندي فلوس ولا ايجوا ولادنا يبتزونا عاطفيا كمان ويضحكوا علينا اسهل حاجة تضحك على الامهات دول انها تدي فلوس وكمان انها تدي من ورا الاب وتبقى فكرة ان شدة الاب على ولاده عشان يربيهم عشان يعلمهم الصحة والغلط ان دي قسوة وهي بقى ايه تعود ده بقلبها الهش اللي عامل زي مش عارفة زي الايه بالضبط نرجع تاني لكور الكلام هو التعبير عن الحب بالهدايا البسيطة والهدايا البسيطة ممكن تكون الحاجات العادية اللي بنستخدمها اسناء اليوم نجيبها البعض كهدايا او ان احنا في المناسبات نجيب هدايا البعض ولما نجيب هدايا البعض نختار الحاجة اللي الشخص بيحبها او حيستفيد منها مش اللي انا بحبها او اللي انا شايف ان هي حلوة او ان هي مناسبة لي لا ما يمكن المناسب لي مش مناسب للاخر من اللغات الحب وهي الوقت الوقت اللي بنقضيه مع بعض واثناء هذا الوقت بنستخدم اللغات التانية بعض اللغات التانية للحب وهي اهمها طبعا الكلام ولكن الوقت اللي بنخرج فيه سوى الاجازات اللي بنقضيها مع بعض الفترة بتاعت ان احنا بنريح اعصابنا بعد يوم شغل كامل وبعد ما جينا وتغدينا ومش عارف ايه وبتاع وقعدنا وعملنا الواجب يلا ما نقعد نهدي الامور ونقعد مع بعض سواء نتكلم مع بعض نحكي مع بعض نلعب لعبة مع بعض فين زمان لما كنا نلعب شاترانجي ودومانوز والحاجات يعني حتى بنك الحظ والحاجات دي ما هو برضو كان بيبقى بابا قاعد ماما قاعدة الخلان قاعدين قاعدين نتفرج على فيلم سوى اكتر حاجة مقطع اوصال اثارنا دلوقتي ان احنا ما بنقضيش وقت مع بعض وعلى فكرة لما تلاقي اثرة قاعدين وكل واحد على التليفون بتاعه اللي يولام هنا مش السوشيل ميديا اللي يولام هنا مش الفيسبوك والحاجات دي هم مش عارفين يعملوا ايه مع بعض مش عارفين يتكلموا عن ايه فبالتالي احنا قاعدين في نفس الحيز في نفس الاوضة في نفس الريسابشن ولكن مش عارفين نعمل ايه اوكي قاعدنا دلوقتي نعمل ايه فكل واحد بيهرب وبيخلق له الببل القوقاع او الفقاع اللي حوالين نفسه بان هو بيتكلم ويتواصل مع عالم بره خالص لكن لما نبقى قاعدين مع بعض حتى مع المراهقين دي الفترة دي يعني بتبقى صعبة جدا جدا لان هم نفسهم ما بيبقوش عارفين نفسهم هم نفسهم في طور التشكل واحنا متخيلين ان هو ما مفروض يكبروا ويبقوا ناس كويسة كده ابرك دبرك افتح يا سمسم اه الولد كويس البنت كويسة بدون مجهود مننا وده يعني ده غلط ان احنا نتكلم معاهم بس ما نتكلمش من فوق نتكلم من على نفس مستواه ما نحسسهمش انا باباك واللي انا بقوله هو الصح ولكن نستخدم القصص ان احنا نجيب قصة من حياتنا موقف اتعرضنا له حتى ولو نختلقه او حد من اصحابنا او حاجة قرينا عنها موقف شبيه للموقف اللي اولادنا عايشين فيه ونبتدي نتكلم ونحط النصايح مستترة مستخبية كده في وسط القصة بدون ما يبقى كلامنا كله تعنيف وكله مش عارف ايه وايه اللي انت لابسه ده وايه اللي انت مش عارف عامله في شعرك ده وايه المقطع ده ما نبتديش بالحاجات السلبية الاول كمان لما نقعد مع بعض نختار حاجة بيحبها الكل يعني دي فرقة معانا مثلا في نوعية الافلام اللي بنتفرج عليها احنا بنتفرج على افلام انا بحب الافلام الرومانسية طبعا وبحب اللي هي الرومنس كوميدي والافلام الاجنبية جوزي بيحب الافلام العربي الكوميدي القديمة اكتر اولادي لا بيحبوا ده ولا بيحبوا ده بس بيحبوا الاكشن وحاجات زي كده فبنختار الفيلم اللي فيه اكشن لكن فيه قصة عشان كمان يرضي الناس الكبار شوية ونتفرج عليها ونتكلم على الحاجات اللي اتفرجنا عليها بالحاجات كمان الجميلة جدا ان انا اتعلمت ازاي اتعلمت ان انا اقرأ الكتب اللي هما بيقروها فده طبعا بيديني مساحة ان انا اقضي وقت معاهم لاني هتكلم في حاجة بتهمهم هعمل حاجة بتهمهم الحاجة التانية كمان ان احنا نقضي وقت مع بعض نروح في مكان هما بيحبوا وبيستمتعوا معاهم نسيت اتكلم على ازاي نطبق اللغة دي لغة الكلام سوري لغة الوقت لغة الحب اللي هي الوقت في الشغل الاحاديث العبرة اللي هي خمس دقايق عشر دقايق بس من غير من ويست التايم من غير من شتت انتباه الاخرين من غير ما نضيع وقتنا ووقتهم ولكن الاحاديث العبرة عملت ايه سويت ايه المدير انا كنت بحرص تماما ان لازم كل شهر على الاقل يكون عندي قعدة مع حد من اللي بيشتغل معايا وان تو وان انا وهو بس او انا وهي بس ونتكلم ونحكي وكلمتين طبعا اختيار الوقت ده مهم جدا جدا من غير ما يعطل الاخرين ممكن كمان حتى تتعامل ان احنا نتجمع في نص اليوم في مثلا ساعة غدا نتجمع في الساعة الغدا دي ونتكلم ونحكي ونحكي مع بعض وخلاص يلا بينا يلا هبا كل واحد يروح لحاله طبعا اكيد في ناس هتفكر في الموظفين اللي بيعدوا يعملوها غديوة وحكاوي والكلام ده كله مهو المشكلة ان هو بيدر باللغات التانية اللي هي لغة التاسك مثلا ان هو بيركز على الاعداء مع بعض لكن ما بيعملش التاسك اللي مفروض عليه الفيديو ده من اطول الفيديوهات اللي انا عملتها بس بس ما كانش ينفع قسموا اكتر من كده ما كانش ينفع ان انا اعمل لكل لغة فيديو لوحدة انتوا ممكن تسمعوها على مراحل بس مهم جدا جدا ان احنا نغزي الحب في حياتنا تخيلوا كده نبتة لو ما دتهاش المغزيات اللي هي محتاجاها مش هيجبر الحب ويبقى شجرة جميلة ويرفة بتضلل على حياتنا الحاجات التانية ان انا عايز اقول لكم الحاجات دي ممكن نستفيد منها وانطبقها في مجتمعات اخرى اللي بنبقى فيها مجتمع الاصحاب مجتمع الشغل مجتمع حتى الحي والجيران ممكن نعبر بنفس الطريقة دي للجيران اللي معانا في العمارة فكروا شوفوا ازاي تستخدموا الخمس لغات بتاعة الحب ملخصها هي الكلام التوك التوتش اللمسة التراجر الهداية التايم الوقت والتاسك اللي هي الخدمات اللي بنعملها البعض ياريت تشوفوا الفيديوهات اللي قبل كده وكتبولي في التعليقات ازاي بتطبقوا اللغات دي في حياتكم او ايه اللغة اللي نقصة وهتعملوا ايه عشان تكملوها اشوفكم المرة الجاية اشتركوا في القناة